أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة التاسعة عشر من برنامج إصطان نجاحك بنفسك واليوم حنتنا والموضوع المهم جدا وهو قراراتك الخاطئ كثير من أخواني الأفاضل يتخذ فيه حياة قرارات خاطئ وكثير يعني تثبت خطأها ولكن هو يستمر في التنفيذ حتى أنه يصل لمراحل متقدمة وبعد ذلك يتخذ الإجراء التصحيح لهذا الخطأ عشان هيك بنقول لك أخي الفاضل لازم أنت تتخذ الإجراء الصحيح الفوري لو علمت وشعرت بأن هذا القرار خاطئ وقد أوردت عزيزي المشاهد الجرونية الأمريكية أن ما نسبته 70% من القرارات التي سوف نتخذها بتكون أخي الفاضل خاطئة على مدار الزمن أو مع مرور الوقت تثبت خطأها طيب أخواني الأفاضل حتى تقول لي أنت وتسألني سؤال مهم جدا ليش القادة ويعني المؤسسات الناجحة والشركات العالمية هذه ناجحة أخي الفاضل برغم أنها تتخذ كل يوم وكل شهر مثلا قرارات صائبة ورائعة خليني أسمعك الإجابة بعد هذا الفاصل ولكن بذكرك أنه من الضروري أنه أنت تشترك في قناتي لأنه لأسف أخي الفاضل من يشاهد محتوى هذه القناة 70% منهم غير مشتركين في هذه القناة فأتمنى منك الاشتراك وأنه أنت تتعمل الإعجاب لهذا الفيديو ودعني أجيبك أخي الفاضل على سؤال اللي احنا طرحنا قبل الفاصل بحكي لك أنه هؤلاء الناس والقادة والشركات الناجحة لا ينتظرون أن تسؤال الأمور بل ويعترفون بأخطائهم ويعترفون بأنهم اتخذوا قرارات خاطئة وعلى الفور يصححون تلك القرارات ويتخذون الإجراءات التصحيحية ويضعون الخطط البديلة لتنفيذ القرارات الصائبة أخي الفاضل عشان يقول لكم تميزوا ونجحوا وأصبحوا من القادة العالمين أو من الشركات الناجحة العالمية دائما أخي الفاضل وفورا اعترف بأخطائك وعمل على تصحيح واتخذ الموقف الصحيح أو القرار البديل الذي يعتبر الأصح أخي الفاضل في نظرك ولذلك بنحكي لك أخي الفاضل هذا هو سر نجاح الناجحين ونجاح الشركات العالمية بل واستمرار تقدمها لأنهم دائما يدركون أخطائهم على الفور يعترفون بها ويعملون على تصحيح بشكل فوري وخلينا أحكي لك أخي الفاضل أن المصيبة والطامة الكبرى أن السواد الأعظم من الناس لا يدركون القرارات الخطأ التي وقعوا فيها بل أنهم يقعون في غرام وحب قراراتهم السابقة ولا يدركون أنهم لازم أنهم اليوم يغيروا قراراتهم ويصحوها ويعملوا على تغييرها للأسف هم متمسكين بهذه القرارات السابقة ويظلوا مشين عليها إلى أن تسوء الأمور بشكل فضيء جدا حينها يدركون أن يجب عليهم تغيير هذه القرارات ويصححونها وبالتالي هذا يكون بعد فوات الأوان أو بعد فوات الفرصة عشان هيك بيقول لك أخي الفاضل أن يصير النجاح الناجحين أنهم دائما بيتخذوا القرارات الصحيحة وإذا اتخذوا قرارات خطأ على الفور يصححون ويدركون أنفسهم وبيمشوا في الطريق الصحيح عشان هيك دائما بتلاقي الشركات النجاحة في نجاح والشركات دائما الفاشلة بتلاقيها دائما في فشل أخي الفاضل نتيجة عدم تغيير قراراتهم وعدم إدراك أنهم مشين على خطأ فكن أنت من الناجحين الذين دائما يصحون الأخطاء ويعترفون بها ودائما نحو القرارات الصعبة والناجحة إذن المطلوب منك أخي الفاضل لتكون شخصا ناجحا عليك أن تتبنى القرارات الصحيحة طيب إذا عرفت أنه أنت هذه القرارات الصحيحة واللي أنت واقع في أخي الفاضل اللي هي خاطئة لازم أنت مباشرة دائما لأنه أنت تغير هذه القرارات وتمشي على القرارات الأصح أخي الفاضل وتحاول أن أنت تترب بخطأ هذه القرارات وبعدها تبدل وتغير وتمشي على قراراتك الصحيحة لكي تكون شخصا مؤهلا للنجاح وهذا بيحكي لك إخفاضا سر من أسرار الناجحين أنهما دائما بيترفوا بالأخطاء ودائما بيعملوا correction action وبيتخذوا الطريق الصحيح فكن أنت شخصا ناجحا وتبنى القرارات الصحيحة وبشوفك فيها حلقة الغد بالإذن الله تعالى لا تنسى الاشتراك في القناة ولجاب بهذا الفيديو أتمنى لكم كل التوفيق شكرا